هناك أرى علاقة زوجية جميلة سعيدة لكن أرى تأثيرات خارجية تصر على تدمير هذه الأسرة السعيدة وهذا الاستقرار وهذه الحماية الجميلة أرى امرأة كبيرة وأخرى صغيرة يعني طاقات سلبية والطاقات ديال هاد النساء يعني هاد المرأة هاتين يعني المرأة الكبيرة والصغيرة هي هوائية ومائية هوائية خاصة الجوزاء ومائية خاصة العقرب هاد طاقات سلبية لها ديال المرأة ديال النساء وخا هوائية مائية هوائية خاصة الجوزاء ومائية خاصة العقرب كذلك أرى عزيزي برج الحوت المتزوج أن هناك القليل من تبذيل المال ربما في ألعاب الحظ أو شيء من هذا القبيل أرى صراع وفوضى يعني هناك حماية وصراع صراع وفوضى يعني أرى أنكم أن يعني ربما هذه المرأة الصغيرة والكبيرة يظلمونك عزيزي برج الحوت أنت إنسان طيب ما أرى في الكرد تحب أسرتك تحمي أسرتك تدافع عن الأسرة لكن هذا يعني هذه الطاقة السلبية يعني تحول حياتك إلى حياة تحاول تحاول أن تحول حياتك السعيدة إلى جاحيم هذا ما أرى في الحياة الزوجية لكن أرى أن هناك حماية ودفع من طرف يعني الزوج أو الزوجة والآن لنرى ما هي وضعية المرتبطين من لديه حبيب بسم الله كانت من لكم حظ سعيد واللي يعني بقوا معنا يعني من رأى من من استمع لطاقة بقوا معي حتى النهاية نعم لأن القراءة للكل هي هي رسالة لبرج الحوت وخارج رسالة لذلك الإنسان لطاقة هذا الإنسان لذلك يعني أمسحكم بمشاهدة كل الفيديو والاستماع لكل الرسائل لأنها الطاقة يعني تكون متشابهة حتى وإن كانت الوضعية مختلفة أخا نبدأ بسم الله بالمرتبطين المرتبطين أرى أنها يعني العزيزي برج الحوت يرى أن هذه الوضعية بطيئة هذه كارت الانتظار الطويل كارت يعني الأشياء البطيئة يعني طاقتك هي السلحة يعني تعبت من الانتظار وخا وهذه الكارت أنت تريد يعني الاستقرار والزواج والحبيب سيطلب منك الزواج لكن هذا أنت يعني ربما أنت تصر وأنا أنصحك أنا أنصحك يعني لا تضغط عليه خليه عندما يعني سيتمكن سيفعل ذلك لأن هذا هو المصر يعني الزواج والحياة السعيدة معا نعم هناك حب وسعادة لذلك يعني باللاتي يعني بالهدوء وخا بالهدوء فسيصل كل شيء يعني كل شيء جميل والآن لنرى ما هي طاقت المنفصلين طاقت المنفصلين هذه هي طاقة المنفصلين أنا أنا مفهمتش منفصلين يعني لا أدري كارت غريبة هناك حب تحبينه ما زال يحبك يعني هناك حب بدون شك هذا ما يقوله القرب يعني الباب مفتوح للحب وأرى أن هناك سيكون هناك عن قريب وإن شاء الله تواصل ورسائل وللبعض منكم حتى الرجوع يعني هذه الكارت هي الرجوع أنا أرى يعني لا أدري لماذا أنتم منفصلين الله أعلم لكن هناك حب هناك حب من الطرفين لكن أنتم منفصلين ما عرفتش علاش الله أنا هاد شيء يعني كنت بقي يعني محيرني لكن هذه هي الحياة أنا أرى حب جميل الله يربي يعني هذه الكارت ما خرجت لي كارت زوين هذه وهذه يعني حب حب حقيقي لا أدري لماذا أنتم منفصلين مهم مهم لكن أنا أرى تواصل وحتى الرجوع من بعض منكم لا أدري حب حب وأنتم منفصلين لا أفهم لنواصل والآن مع من ليس لديه علاقة من ليس لديه علاقة هذه غنغطيها لأنها ما عليها هذه كارت العالم سأبدأ بكارت العالم لمن ليس لديه حبيب تقول لك هذه الكارت كارت العالم أن لديك فرص كثيرة العالم يتيح لك فرص كثيرة يوميا وقد لا تراها كل ما عليك هو أن تتحرك عزيزي برج الحد وخا تحرك أرجوك أخرج هي مثل مثل برج الثورة يعني خذ حمام أو خذ حمام يعني أنا أتكلم مع الرجل والنساء وخرج يعني لا تبقى في هذا التشعم والوحدة أخرج أرجوك كذلك تقول الكارت باللاتي باللاتي نعم أنتم ليس لديكم حبيب لكن أرى أنه ربما هناك شخص معين بعيد رغم سافات ربما هناك شخص معين بعيد يعني تتواصلون معه ربما عبر الانترنت هذا ما تقول وهذا الكارت وأنت تريد أن تعطي حبك يعني أنت يعني عيت من يعني الوحدة أنت يعني قلبك يعني تريد أن تعطي الله نشحال زوين زوين هذا تريد أن تعطي حبك وأنا أرى سعادة وخا لا أدري مع من لكن أنا أرى سعادة وخا أرى سعادة لمن ليس لديه حبيب أرى فرح واحتفالات وربما هناك يعني احتفال يعني في حياتك ليس في قلبك فقط بل احتفالات لا أدري عرس زواج يعني أخرج تخرج مشي يعني الحافلات التي يعني يعني التي يعني التي في حياتك هناك زواج أو أي حفلة فاذهب للحفلة أخرج هذا ما تقول هذا الكارت لكن كذلك هي كارت السعادة سعادة ستدخل إلى حياتك طاقة ترابية وخا بيدها كأس الحب هذا ما تقول هذا الكارت يعني كانت قراءة جميلة وخا وفيما يخص هذه الطاقة إذا كنتم يعني ما زلتم يعني أنتم في هذه الطاقة يعني طاقة الحزن أنت سوف تحقق يعني في كل القراءات أنت سوف تحقق كل ما تتمنى ومن خلال قوتك العاطفية يجب أن تكون متفائل وخا من خلال هذه القوة أنت ستحقق لأني أرى كل القراءات كانت جميلة وإيجابية كل ما عليك هو أن تكون متفائل وإيجابي وخا لأن رغم الظروف يعني نعم كل واحد لديه ظروفه يعني صعبة لكن كل واحد لديه ظروفه لكن هناك أشياء كثيرة هناك زبد الحواج في هذا العالم تزد من طاقتك الإيجابية وخا مهما كنتم في هذه الوضعيات الحزينة أو المشاكل طبعا هناك مشاكل كثيرة أحيانا يعني المشاكل تؤثر في الإنسان لدرجة أنه حتى يريد أن يترك حتى أسرته يعني حرام عليكم هاد الناس اللي كيدخلوا في 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 الأسر حرام 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 يعني ناس سيئة حرام عليكم يعني يعيشوا حياتكم خليوا الناس يعيشوا حياتهم عايش كيدخلوا بين زوج يعني على قزوينة حرام عليكم على قزوينة وأسرة جميلة وهناك حتى أطفال عرفت هاد 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 السحب يعني هاد القراءة دي المتزوجين آآ ذكرتني بمسلسل قديم جدا أنا كنت صغيرة اسمه مسلسل ديني اسمه الأزرق وخا هاد المسلسل يعني أما لا أتذكر حتى يعني دي المسلسل لا أتذكر فقط يعني كنت أتذكر أن هناك عجوز سيئة يا ربي جحل قبيحة وكانت سيئة جدا مع زوجة ابنها وتظلمها وتضربها كم كانت سيئة تلك العجوز وربما هذه هي وضعيتك عزيزي الحود المتزوجة كان المسلسل زوين زوين الأزرق كان سميته يعني وكل ما أتذكر وهو يعني الطفولة أنا من مواليد أواخر ثمانينات وأتذكر هذا المسلسل كانت عجوز يعني تضرب كان لديها عود وتضرب مسكينة يعني البطلة البطلة يعني كانت تضربها زوجة ابنها يعني كانت امرأة سيئة سيئة ربما أنت عزيزي الحود تعيشينا في هذه الوضعية مهم كانت قراءة جميلة لنرى ما هي رسائل رسائل كنت أحب الموسيقى عندما يبدأ المسلسل شيء من هذا القبيل الله شحل زوين طفولة زوينة طفولة ديالي كانت جميلة جدا براءة ماشي بحال اليوم الانترنت هاد المهم لنؤسس كارتة الشجاعة هاد الكارت يقول لك كن شجاعا وافعل ما يأمره بك قلبك يعني كن مخلصا لقلبك يعني الصبر الصبر عزيزة تصبروا لأنها كلكم يعني كل هاد الوضعية تحتاج للصبر الصبر مفتاح الفرج وهدي كارت العزلة يعني ابتعدوا شيئا مع العالم المادي ولا بعضوا أهمية لهذه الأشياء السلبية وهذه الشكامة وهذه الناس لما عندهم ما يديروا يعني هذه الطاقة السلبية التي تتدخل يعني هي طاقة سلبية هي طاقة مريضة يعني هذه الناس يعني الله يسامحهم هي ناس مريضة يجب أن تعالج نفسها نحن لن نتكلم السوء عنهم ولا أي شيء لكن أنت ابتعد عزيزة برج الحود خليهم يديروا اللي بغوا لكن أنت ابتعد وكن قريبا من الله ومن جديد أعيد إيمانك يجب أن يكون قويا لأن هذا هو السر السر هو الإيمان والآن إيمان ستتكلم لمن يعيش في هذا الحزن كنت أقول أن هناك أشياء كثيرة في هذا العالم هناك بزيزة الحواج يمكنكم أن تقوموا بها لكي تعود تلك الإيجابية مثلاً أشياء بسيطة أشياء بسيطة ما خلقه الله لنا الشمس شروق الشمس أنا أحبه يعني كنط بكري أنا أقوم باكراً وأحب رؤية شروق الشمس هذا شفاء هذا شفاء يعني شروق الشمس شيء جميل وأحس بأني قريبة أكثر من الله بالليل النجوم نعم القمر هذا شيء جميل حضن الأم يا أحبابي ما في أحلام حضن الأم الحب الحقيقي الحب القوي حضن الأم يا حبيبي يا حبيبي برج الحوت ولكل الأبراج لكل ناس حضن الأم وقاية وعلاج وشفاء لكل شيء أو لمن لديه أبناء عناق الإبن هذا منبع الحب يعني ومنبع الأمان مصدر قوة عظيمة أن تحضن ابنك والدعاء نسيت الدعاء الدعاء ادعوني أستجيب لكم وصدق الله العظيم فخير الكلام ما قل ودل صافكم للنا سلينا شكرا لكم كانت هذه القراءة جميلة أتمنى لكم الخير وصبرا جميلا السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر